شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وخمسين فارس هذا وقد حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جانبا من مشاركة أحفاده في السباق وقطع أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد مراحل السباق الذي امتد على مرحلتين مسافة كل منهما أربعين كيلومتر في الزمن والسرعة المحددة وبنهاية السباق قام شيخ راشد بن دلموك المكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل بتتويج سمو الشيخ شيمة بن ناصر الخليفة بالمركز الأول وسمو الشيخ حمد بن ناصر الخليفة بالمركز الثاني وسمو الشيخ محمد بن ناصر الخليفة بالمركز الثالث وجرى تقديم تكريم خاص لسمو الشيخ ناصر بن حمد نظير مشاركته بالسباق التاهلي تقديرا من اللجنة المنظمة للسباق وبهذه المناسبة عرب سموه عن بالغ تقديره للجهود التي يبدلها نادي دبي لسباق الخيل وبحسن تنظيمه وإدارة السباق وتقدم سموه بالشكر والاعتزاز لإدارة النادي على هذا التكريم مؤكدا سموه اهتمامه البالغ ودعمه التام لسباق الخيل منويها لما تعكسه هذه السباقات من تمسك بالأصالة والعروبة والقيم والعادات التي شكلت ولا زالت جزءا رئيسيا من الهوية العربية وموروثاتها الأصيلة وعرب سموه عن فخره واعتزاز بلنجال وما حققه من مراكز في السباق مشيرا إلى أن رياضة القدرة في مملكة البحرين تشق طريقها بثبات بوجود جيل واعد من الناشئة والشباب لمعصلة مسيرة النجاحات والانجازات في ظل إيمان القيادة الرشيدة بقدرات وإمكانات أبنائها وعزمتهم الصلبة ودعمها المحدودة لهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة